رياضيا خالض فريق إسبور لكرة اليد مباراة ودية مع نظيره سلي المباراة نظمت من قبل رابطة أنجمينة لكرة اليد عباس أباك المصطفى المباراة الودية للاعبي كرة اليد لرابطة مدينة أنجمينة والتي تتكون من 24 فريقا حيث جمعت المباراة الأولى بين فريقي إسبور مع السلي النسائية بملعبي كرة اليد بمعهد الوطني للشباب والرياضة انطلقت المباراة مع صافلة البداية ببطع شديد من كل الفريقين وخاصة في الهجمات والمستوى الفني وهذا يرجع إلى عدم تعويض على عرضية الملعب لينتهي الشوط العول بعربع نقطة مقابل ثلاثة لصالح فريق السلي أما الشوط الثاني من المباراة تحسنت أداء اللاعبات ولكن كانت الحظ لفريق السلي بالتسجيل النقاط على شباق فريق إسبور لتنتهي المباراة باثنى عشر نقطة مقابل سبعة نقطة لصالح فريق السلي أما المباراة الثانية كانت للذكور والتي التقى فيها فريق جيب أصحاب الفنائل السفراء أمام نظيرهم جين إسبور هذه المباراة بدأت أداءهم فنيا وتكتيكيا بمستوى جيد ولكن حاول فريق جيب بتصديد النقاط على شبكة خصمه لينتهي الشوط العول بثلاثة عشر نقطة مقابل ست نقطة لصالح فريق جيب أما الجزء الثاني من مباريات كرة اليد لرابطة مدينة أنجمينة رجع لعب الفريقين بحماس أكثر مما ساعدهم بالتسجيل النقاط أكثر لتنتهي المباراة باثنين وعشرين نقطة مقابل عربعة عشر نقطة لصالح فريق جيب بعد نهاية المباراة فقد تحدث رئيس رابطة كرة اليد لمدينة أنجمينة عن كيفية مجريات المباراة فإن مباراة كرة اليد لرابطة مدينة أنجمينة ستكون في كل أسبوع مرتين سيما يوم السبت والأحد ستستمر لمدة شهر كامل بملعب كرة اليد بمعهد الوطني لشبابي والرياضة لمدينة أنجمينة بهذا تغرير رياضيني معكم هذه النشرة دمتم في رعاة الله وحفظه والسلام عليكم